على هاي لو مطلعين لا أستاذ عدنان لو سمحت لو مطلعين إحنا جانب إيجابي بالمسلسل هم الناس رح تترك الجانب الإيجابي ورح تتركز بالجانب السيء صدقني إحنا بلد يحب إثارة الجدل إحنا بلد إنت يعني ده أحسك نرفز جدا من العمل ومتعصب منه وتنفي أنه وجوده شي شريحة بالمجتمع واني أرجع أقول لك إي أكوك شوفي أسراء أنا على اعتبار أنه لاحظت أنه أستاذ عماد اللي أنا كنت أتوقعه هو عنده وجهة نظر مغايرة للمسلسل حسيت بي لا هو قريب جدا للمسلسل فأني واجبي كمقدم برامج أثير أسئلة مشاكسة ومغايرة هاي مهنتنا أستاذ أحمد ما فاهمها ولذلك زعل وطلع ويشرفنا بس أنا كمقدم برامج لأن أكوناس الآن يتابعونا ويراقبونا يقولون لازم أنت كمقدم برامج اثير أسئلتنا أنت عندك ضيوف متقاربين بالإجابة أنت وين دورك مو أنت فتت الأستاذ أحمد بشي زاجة أستاذ عدنان أنتم فتتونا من سبع لوفات أنتم فتتونا بالمسلسل من سبع لوفات خلوا فتلكم أنا بلوفة وحدة يواش علينا ليش تزعلون مو هي الناس مقلوبة الدنيا على المسلسل هذا وضجع عليه ليش زعلانين مثلا من سؤالي ما هو هذا النجاح بس سؤالي إلى حضرتك سؤالي أقول أنت مثلا يعني أصدقائك يعني ما يقوليك أنه أنت هذا الدور الذي قمت به هذا المسلسل مثلا ما موجود هذه إساءة مثلا أنت بتلقيتي هذا صد الأفعال أقسم بالله أقسم بالله أنا على السوشال ميديا ألف حالة تكتب لي إسراء أنا عشت قصتك أنا ما عرف أقسم بالله لهذه الدرجة أستاذ إذا تنفي 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 وكأنما نحن عايشين في عالم الملائكة مو ألف رسل عندنا وألف هندرين عندنا وألف دوريد عندنا نحن الشخصيات عندنا ألاف ياما ناس هجمت بيوتها من وراء الجيوش الألكترونية ومن وراء الابتزاز الألكتروني والتصوير والبنات بنو تنفضحها وبسبب صورهم اللي هي بريئة ومستورة يفسها يعني ممكن نفسها يجي واحد يهكرها ويفضحها ويبتزها هواية عندنا أحنا طيب آسف أمهات البنات مثل الأمش معقولة اللي طلعت بالمسلسل محقول ليش ما عدنا يجي معقولة ما عدنا أنا أسئلك أقول لك أنت عايش بعالم الملائكة أستاذ عدنان تريد أنت شوداكم للعالم السفلي أنت شوداكم للعالم السفلي وعفتوا وارجع أقول لك إحنا صلتنا الضوء على هذا العالم السفلي ليش ضايج مننا هذا حقيقي وموجود ليش يبقى مضموم ليش نبقى نحس أن بصورة هي مموجودة مثل ما عدنا تشرين وعدنا قالوا ذيول وعدنا معرف شنو عادي وعدنا جوكرية وهو هي أشياء عدنا هاي الشريحة عادي صلتنا عليها الضوء طيب ما شفت العائلة دورها معدن بالمسلسل ما لها دور دور ضعيف ما كدور للعائلة ما هي هاي سبب العائلة أساس العائلة اللي هما أصلا تربيتهم غلط مثلا تجي ابت سياسي وهو حرام يبايق فلوس الدولة وخال بنته بكلية أهلية ويصرف فلوس الدولة عليها أكيد ما خسران شي من جيبة وهي الله شون يطلع يقول لك الحرام للحرام طلعها ببنته أنه جاها واحد يبتزها ويأخذ فلوسها وفلوس أبوها بالعكس موجود أننا نحن خير من الله يعني قصدي أنه يعني من نطلع هاي الصورة عن المجتمع العراقي في هذا الوقت هي لائقة مثلا وإحنا يعني أنا مع الأسف أستاذ أحمد غادر أكو ثيمات مهمة خلينا أسأل هذا السؤال لأستاذ عماد مثلا أنا اليوم لو سأني أرست مثلا مثلا مجتمع العراقي